فاكرين من كام يوم لما اتكلمت معاكم عن المرشحين ان هم يكونوا مصريين في الجهاز الفني الروي فيتوريا في المنتخب الاول وفيه كذا اسم كلهم اسماء محترمة الكابتن محمد يوسف الكابتن سيد معوض الكابتن علاء مايهوب والكابتن محمد شاوي شخصيا انا ميال لمحمد شاوي وده بقى الاقرب في اتحاد الكرة اتحاد الكرة استقر على الكابتن محمد شاوي يبقى موجود في الجهاز الفني لروي فيتوريا هتقولي ليه محمد شاوي عشان بتحبه لا أنا بحب الأسمانية الل филь воды كلها عشان هو كان لائب عظيم كل الأسمانية الل фильтрة التي كنت لائبة عظيمة عشان هو مدرّب محترب كل الأسمان الل фильтрة التي مدرّبين محتربين أنا محمد شوقي بالنسبة لي عشان هو مشروع اشتغلنا عليه في الأجهزة الفنية المنتخبات مصر في الكام سنة اللي فاتوا نكمل نكمل المشوار نكمل علشان تجينا كادر في الآخر لسه بتكون الكابتن محمد شوقي كان مدير فني أو مدرب كبير نساعده وندعمه مصريين نكسب كادر جديد مش كل واحد نجيبه نمشي مع نص مشوار ونسيبه في النص التاني لهو استفاد ولا احنا استفادنا والاهم بالنسبة ان احنا نستفيد طبعا كل واحد كشخص بيدور على استفادته بس انا بالنسبة للاهم ان احنا نستفيد من كادر في المستقبل ففاكرة ان محمد شاوت حدو الكرة يستقر عليه ده قرار رائع جدا اه الاسمال انا قلتها تاني كل واحد في الاسمال انا قلتها دي تستحقت موجودة في الجهاز الفني لمنتخب مصر بسبب اننا بدأنا مشوار معه هنا نكمل معه هنا الكابتن محمد شاوت ناحة تانية في المنتخب الاولمبي واتركوا قبل كده ان نتم الاستقرار خلاص على الكابتن رياض شيتوس والكابتن عسام الحاضر ان هم يبقوا موجودين في الجهاز الفني الجديد لميكالي الموديل الفني البرازيلي الجديد لمنتخب الاولمبي